hello everyone how are you عاملين ايه i hope all of you are fine اتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير in this video i am going to talk about unit 2 for primary 1 هنتكلم عن unit 2 للصف الاول اللي ابتدائي تمام it's title is عنوانها بيقول ايه this is me this is me هذا يكون انا قبل ما نبدأ في الconversation اللي قدامنا عايزين الاول نتعرف على شوية من parts of body اجزاء من الجسم علشان هنشوفها دلوقتي في المحادثة فنكون فاهمينها الاول وعارفين معناها بالانجلش تمام in this picture there is a boy في boy تمام عايزين نوصف ال boy ده هنقول ايه هنقول هو عنده شعر وعنده عين وعنده عايزين نوصف الحاجات الموجودة في الصورة الاول الشعر يعني هير 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 اتش اي اي ار اتش اي اي ار هير واوزون يعني اير 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 اي 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 ار فاحنا هنفتكر العين لما حد ضربني على عيني بقول اي 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 توجعني فهي بالانجلش اسمها اي 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 بعين يعني اي والانف يعني او المناخير يعني نوز 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 والفم ماوس ماوس وفي الاخر التي اتش منطق س س س ماوس تمام اه كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي موجودة في الوجه فيس فيس تمام اه وكمان اه البوي اللي قدامنا اه ايدو حاططها على وشه ايدو يعني ايه هاند هاند تمام لحد دلوقتي ما فيش حاجة صعبة اه خلاص احنا فهمنا كواس بالانجلش عايزين بقى نعرف المحادثة عشان نفهم هي بتقول ايه يلا البيزي بي بتقول لنا هنا ايه look listen and repeat look listen and repeat يعني انظر واستمع وكرر فيوسف هنا بيكلم هاني بيقوله listen هاني listen هاني استمعي هاني touch your nose touch المس your اخدناها قبل كده في اليونت اللي فات your بنستخدمها للملكية ملكية لحد بكلم حد يعني المخاطب فبكلمه عن ملكية حاجة تخصه تمام ايه الحاجة اللي تخص هاني هنا nose يبقى بقوله touch your nose المس انفك المس انفك تمام هاني هيقول ايه this is my nose this is my nose هذه تكون انفي this is هنا يعني هذا يكون تمام هي اسم اشار هنا بنستخدم اسم اشار للقريب يبقى هذا او هذه للقريب تمام يعني حاجة بشاورة عليها تكون قريبة يا اما مسكها في ايدي يا اما جنب ايدي على طول تمام هقول عليها there is sorry this is this is يعني هذا يكون يبقى دلوقتي انفي خلاص قريبة من ايدي خالص هقول عليها ايه this is my nose طب هشاور على شعري هقول ايه this is my hair this is my hair لست اغدين هير من شوية صدقنا هنا بقى سامع الconversation between هاني and يوسف سامع المحاسة فبيقول لهاني ايه علشان هاني طبعا شاور على من خيره فبيشجعه بيقوله شاطر يا ايه هاني ان انت عرفت ايه عرفت تجاوب علي يوسف فبيقول ايه well done هاني well done well done يعني احسنت انا برضو هعمل لكم exercise كمان شوية علشان اشوف مين فاهم معايا ومين عرف parts of body شوية الاجزاء الجسم اللي احنا اخدناهم فكل اللي هيحل معايا صحا هقوله well done well done يعني احسنت كنوع من التشجيع علشان كده ايه اه تركزوا معايا اكتر تمام وبنقولها عموما برضو للتشجيع لما حد يبقى شطر قدامي او يعمل حاجة كويسة هقوله well done well done اوكي اه في البيتش دي جايب لي برضو تاني parts of body اللي احنا اخدناهم اجزاء الجسم اللي احنا اخدناهم برضو علشان يتأكد كويس ان انا حفزتهم فبيقول لي عين يعني eye جايب لي صورة عين eye والأنف nose nose والفم mouth mouth واليد hand hand والأذن ear ear اه في البيتش دي جايب لي بيقول لي ايه جايب لي صورة هنا زي اه شكل oval كده او circle اه شكل دايرة فبيقول لي draw your face ارسم واجهك اه طبعا هنرسم two eyes والنوز والear والماوس اه كل الparts اللي احنا اخدناهم دلوقتي اه هنبص على eye هقول انا عندي اتنين eye عندي عين وعين i have two eyes i have two eyes i have two eyes بعمل بوم ايه i can see with my eyes i can see with my eyes بقدر اشوف بعيني طيب والear i can hear with my ear انا بقدر اسمع بالأذن i can hear with my ear i can hear with my ear طيب بالنسبة للنوز بنعمل بيها ايه بنشم بيها i can smell with my nose i can smell with my nose اه دلوقتي هنروح لجوز الفونيكس جايب للتر ايج والتر ان للتر ايج وان طيب اللي الساوند بتاعه ايه الاول الساوند بتاعه ه ه ايج ه ايج ه هاند ايج ه هات قبعة ايج ه هير اللي هو الشعر تمام طيب والتر ان ان ن ن it's sound is ن ن اللي هي المكسرات ن ن ن يبقى عرفنا دلوقتي ان لتر ايج الساوند بتاعه ه ه ه والتر ان الساوند بتاعه ن ن ن تمام بالنسبة بالل رايتنج للكتابة كلنا شاطرين في الليترز وبنعرف نتعرف على اسمائهم والساوند والكتابة بس كل يونت كده هنعمل ستريس على 2 ليترز على اتنين من الحروف تمام عندنا النهارده لتر ايتش و لتر ان لتر ايتش الابر كيس الكابتل هنكتبه ازاي هنعمل ون من اول لائن ون لحد لائن سري تمام نعمل ستريت لاين ننزل ننزل لحد من رفع عند لائن سري والقصاد برضو هنعمل ون تمام وفي النص هنعمل كده ايه شرطة بينهم دي نمبر سري ده بالنسبة للكابتل ليتر ايتش الكابتل تاب والسمول هننزل برضو من اول لائن 1 لحد لائن سري ونعمل من لائن نامبر هنعمل كيرف لحد لائن نامبر سري تمام يبقى ده الابر كيس وده اللور كيس طيب بالنسبة لتر ان هنعمل برضو من لائن لحد لائن سري هنعمل ستريت لاين هنعمل وان كده وبعد كده نعمل وان قصاده تمام زي كده بس مش هنعمل مش هنعمل شرطة هنعمل كده يربط بين ايه الخط نمبر وان والخط نمبر طول اللي احنا ايه رسمناهم في بالنسبة للسمول هنبدأ نكتب من من الخط التاني هنكتبه هننزل كده وبعد كده لحد لاين سري تمام ده بيختلف عن الليتر اتش في ايه ان اللي وان مش طويل لحد لاين وان لأ اللي وان بتاعته او العصايا بتاعته من لاين ايه من لاين تو يعني العصايا بتاعته قصيرة عن الليتر ايه اتش كده هنمشي على الخطوات اللي احنا قلناها في كتابة الليتر ان وليتر اتش هنكتبه بكل سهولة ومش هيبقى صعب خالص وهيبقى كمان خطنا جميل في البيتج هنا بيقول لي let's be clean let's be clean يعني اللي نكون نزفاء يعني هيا نكون النزفاء يعني هننضف كل حاجة نعملها او بننضف كل حاجة ناكلها هنشوف هنعمل ايه في الليسن ده جايب لي هنا الكلمات زي فايس وجه هير شعر هند يد وتيس الاسنان طبعا الاسنان must be clean لازم تكون ديفا على طول وصلد صلد الصلطة في البيتجر دي البنت بتعمل حاجة كلين جدا بتقول ايه i wash my hands يعني بخسل ايدي بخسل ايدي طبعا دي حاجة هتخلي عندها healthy life حياة صحية وحاجة كويسة يبقى again i wash my hands i wash my hands بخسل ايدي ما ننسهاش بقى البوي هنا بقى بيقول ايه هيقول لنا i wash my face i wash my face i wash my face لازم نحفظها كويس يعني انا بخسل وجهي بخسل وشي بخسل وشي دي طبعا ايه good habit عادة صحية ولازم نخسل وشينا اول ما نقوم منه نخسل وشينا وايدينا دايما وبستمرار look at this girl هنبص على الجرن دي what does she do هي بتعمل ايه هتتكلم عن نفسها هتقول i انا come come my hair انا بسرح شعري i come my hair i come my hair هتقول i wash the salad i wash the salad هتاكل سلطة فعايزها هتاكل حاجة نظيفة بسرح شعر هنا الجرل هتقول i wash the salad i wash the salad هتاكل سلطة فعايزها هتاكل حاجة نظيفة فبتخسل كل محتويات السلطة والفجتابلز اللي موجودة يبقى هنقول i wash the salad i wash the salad دي طبعا حاجة هلسي وحاجة جويسة البوي هنا هيقول i brush my teeth i brush my teeth يعني بخسل سناني i انا brush يخسل بفرشة teeth اسناني وقلنا my يعني ملكية 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 المتكلم لو انا بتكلم عن نفسي يبقى هقول my teeth اسناني لو بكلم حد بقوله لازم تخسل اسنانك يبقى هقوله brush your teeth بدل ما اقول my teeth اسناني هقوله your teeth اسنانك انت يبقى i brush my teeth اخسل سناني اخسل سناني ولازم نخسل سنان اول ما نقوم من نوم وقبل ما ننام ويريد كمان بعد كل اكل في البيتش دي جايب لي شوية بكيتشيرز صور لازم نبص عليهم كويس ونشوف اذا كان good habit او good action لو كان الحدث ده حدث كويس يعني حاجة بيعمل حاجة كويسة we will draw a happy face على البيتشير دي هنرسم happy face على البيتشير دي علشان بتخلي عندنا healthy life حياة صحية كل ما بنبقى نزفاء وبنعمل حاجة نضيفة وبننظف حوالينا كل ما بنعيش في حياة صحية طيب لو البيتشير فيها bad habit عادة سيئة او مش نضيفة هنعمل ايه we will draw a sad face هنعمل وجه حزين على البيتشير دي look at this girl هنبص على البنت دي what does she do هي بتعمل ايه هتقول لنا i eat with my hands i eat with my hands انا باكل بايدي ينفع ناكل بادينا لأ طبعا لازم ناكل ايه بمعلاقة او بشوكة علشان شايفين هي كده مش عارفة تاكل اصلا وكمان مبهدلة الدنيا حواليها يبقى مش هاي هنرسم ساة فايس على البيتشير دي يلا فكروا معايا في البيتشير دي هنا البوي والجر اللي بيعملوا ايه the used the tissue to clean the table the tissue to clean the table طبعا دي حاجة very good حاجة كويسة جدا ولازم نرسم لهم happy face علشان هما very clean نظاف جدا الجير اللي هنا هتقول i brush my hair i brush my hair بسرح شعري بالفرشة ودي حاجة very good حاجة كويسة وبتخليه عندها healthy life حاجة صحية كويسة يبقى هنرسم لها happy face ولازم كلنا دايما نكون ايه ممشطين شعرنا سواء بالفرشة او بالمشطة تمام علشان يكون شكلنا حلو ونكون ايه very clean ونكون اضاف جدا في البيكتشر دي شايفين ايه شايفين حاجة مش جود خالص حاجة very bad البنت ايديها مش نظيفة وسايبها مش نظيفة ينفع ما ينفعش طبعا لازم نعمل لها sad face واجهة حزين علشان تغسل ايديها وتبقى very clean يبقى احنا هنزعلن منها لما تبقى نظيفة وتغسل ايديها بعد كده نبقى نعمل لها happy face انما دلوقتي لازم نعمل sad face علشان هي ايه ايه ايديها مش نظيفة يبقى she must clean hair hands لازم تنظف ايديها هنا في البيج بيقول لي وقت الاكتيفتي او play time بيقول لي look color and count هننظر ونلون وكاونت هنعد هنا جايب لي eyes كم eyes كم عين one two three four four eyes هنلون العين ونشوف how many eyes are there كم عين موجودة معايا هنقول four eyes وهنلون النوز عندي كم نوز هي one nose والماوس والايه والهانز after coloring the hands بعد ما نلون الهانز تعال نعدهم كده how many hands are there there are three hands there are three hands هنطلعوا ثلاث ايدي ايدي طيب بالنسبة لل legs one two three four five how many legs are there هقول له five legs five legs في الاكتيفتي ده بيقول لي circle the odd one out circle the odd one out هنطلع الكلمة الغريبة او الكلمة المختلفة بالنسبة للتطري الاول. جايش لنا hand none and and ثلاث حاجات في أجزاء الجسم ومعهم النطس النطس طبعا ايه اكل ما ينفشد حد مع النطس يبقى هنعمل على النطس تمام طب نمبر تو جايب لي هاند ونوز ونطس ونك طيب دلوقتي انا مش عارفة هو عايز ايه افكر كده طيب نمبر تو فيها ثري بادي بارتس يعني فيها ثلاثة من أجزاء الجسم وحدة أكل المفروض نخرجها بس شايفين هو هنا مركز على اللتر الأولاني من الورد من الكلمة يبقى هقوله اه ده فيه ثري من الكلمات عندي النوز والنطس والنك اقولهم لتر ان بات هاند ستارس وز لتر اتش بتبتدي بحرف الاتش يبقى هنا هقول لي هاند انت لقود ويرد الكلمة الغريبة يعني هو عايز يقول لي ان سري ويردس هاز ونساوند الفرست ساوند فيهم واحد زي مين نوز ستارس وز لتر ان الساوند نه ان نوز ان نتس ان نك انما اتش هان الساوند مختلف يبقى دي الكلمة الغريبة علشان الساوند بتاع اول لتر مختلف عن باقي الوردس اه بكده خلصنا اليونت بس هنعمل اكتفدي سريح كده علشان تفتكروا معي اللي احنا اخدنا النهاردة اه بيقول لي هنا في الاكسرسايز ده لوك اند سيركل لوك اند سيركل يعني بص على الصورة ويعمل سيركل على الكلمة بتاعتها هنا جايبني في البكتشر الاولى صورة عين عين يعني اي هشوف الوردس اللي عندي الكلمات اللي عندي اي وير و هاند هقول له لقه عين يعني اي 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 يبقى عم سيركل على اول كلمة ثاني بكتشر معانا صورة نوز الانف عندي بيقولي هير اقول له هير يعني شعر ونوز الانف هي الكلمة صحيحة يبقى عمل سيركل على ايه على نوز نشوف الثرد بكتشر صورة الثالثة بيشاور على الهير الشعر هقول له نوط يعني مكسطرات و هير الشعر هي الكوريكت ويرد الكلمة صحية هيبقى عمل سيركل سيركل ونت دايرة عليها في التمرين ده بيقول supply the missing letter supply يعني أكمل الحرف النقص هنا في أول بيكيتشر الجير اللي بتقول I come my hair I come ومشت C-O-M-B ال-M و-B يبقى نقص اللتر M و my hair الشعر H-A-I-R نقص اللتر I السكند بيكيتشر بيقول I wash the salad I wash the salad البنت هنا بتخسر salad الحافظ salad S-A-L-A-D هيقول A letter A is the missing letter هو letter النقص خلاص فيديو النهاردة خلص أتمنى يا رب تكونوا استفدتم على وجزء بسيط كان معاكم مذهبة استنوني إن شاء الله في فيديوز تانية أشوفكم قريب see you soon good bye